تشكيل لجان قانونية أهمية هذه الخطوة هل يمكن القول بأننا أمام خطوة جديدة للتوافق السياسي في السودان التحية طيبة وتحية أيضا لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم حياك الله هذه الخطوات أعتقد أنها أعتقد أنها الأحديث عن تشكيل لجان قانونية لصياغة إعلان سياسي أو اتفاق سياسي وهو حديث مفرط في التفاؤل لأن الأوضاع السياسية في البلد والدستورية غير متوافق عليها وأن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في الخامسة العشرين من أكتوبر والتي تأسس عليها الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء وبين رئيس مجلس السيادة لاحقا الفريق عبد الفتاح البرهان مختلف عليها القوى السياسية الرافضة تسمي هذه الإجراءات بأنها إجراءات إنقلابية وأن رئيس الوزراء نفسه رضي أن يشرع الإنقلاب وبالتالي ما ينبني عليه لا تقبله وكذلك القوى الأخرى التي تؤيد هي نفسها القوى التي وقفت من أول يوم مع الإجراءات ونادت بتوسيع قاعدة المشاركة لكن التحدي الذي واجهها بشكل كبير أنها لم تستطيع أن تختار طاقم حكومي ولم تستطيع أن تقنع الشارع بوجهة نظرها وبالتالي ظل الشارع منذ الخامسة العشرين من أكتوبر يعني يرفض هذه الإجراءات ويخرج الطرقات ويعبر عن رفضه بشتى الوسائل وبالتالي الحديث عن قانونيين أو لجنة قانونية لصياغة مسودة أو لصياغة اتفاك هذا حديث مفرد في التفاؤل يعني يشي بأن هناك حوارا سياسيا دار وأن القوة السياسية توافقت على رؤية السياسية لإدارة البلاد وبالتالي ما تبقى هو فقط صياغة هذا الأمر في قالب قانوني لكن هذا غير صحيح الأمر الآخر أيضا أن العودة إلى ما قبل الخامسة العشرين من أكتوبر بشكلها القديم أيضا ليست مطروحة لا من قبل المكوين العسكري ولا من قبل قوى الميثاق ولا من قبل حتى المجلس المركزي للحرية والتغيير نعم الآن السياسة في مفترق طرق المرحلة الانتقالية في السودان في مفترق طرق البعض يرى بأن الشركاء الفتر الانتقالي الذين حتى الخامس والعشرين من أكتوبر كانوا شركاء ثلاثتهم أطراف السلام والحرية والتغيير والمكوين العسكري حلثت بينهم جفوة وعدم ثقة وبالتالي يحتاجون إلى إجراءات جديدة حتى يتم استئناف الفتر الانتقالي الطريق الذي يمضي فيه رئيس المجلس السيادة ورئيس الوزراء حمدوك هو طريق لا أعتقد أنه يمضي بفتر الانتقالي نهايات سعيدة أو نهايات مرضي عنها وصلت هذه الفكرة ترفضون كل ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر